وهو إخوانكم هؤلاء بعضو إخوانكم في تيم يوين في تين زاوة تين في برج باجي مختار في مئات الإصابات بعض الناس يقولوا آلاف الإصابات بالمالاريا مات منهم أكثر من مئة وعشرة لحد الآن شهداء بإذن الله تعالى والوضع يتجه لما هو أسوأ الوضع يتجه لما هو أسوأ وامتلأت المقابر في غياب تهم كما رسلني الأحرار من هناك في غياب تهم لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة ولا وسيلة تقوم بنقل ما يجري حقيقة في برج باجي مختار وتين يوين وتين زاوة تين الإعلام العمومي والخاص يكاد يكون غائبا تماما عن معاناة أهلنا في برج باجي مختار وتين يوين وعين قزام وتين زاوة تين إلى آخرين وأمامي صور وفيديوهات وين الناس يموتوا وأيضا صور أخرى وين الأطفال نساء مرميين وكأنك في حالة في ساحة حرب وليس في الجزائر في منطقة عزيزة في منطقة خطيرة وليس فقط في منطقة عزيزة وإنما منطقة خطيرة المراريا تفتك بسكان المناطق الحدودية الجنوبية البلاد عدد الوفايات في كل من تيمياوين وتين زاوة تين يتجاوز العشرة في اليوم الواحد الوضع الآن خارج سيطرة العيادات الجوارية التي لا تستطيع استيعاب العدد الكبير من المرضى في غياب اللقاحات والأدوية المضادة للمرض هنا قد نشوفه فيديو نجلوها للسلوالي من السابعة صباحاً إلى الثامنة ليلاً ولينا نتدخل الوالي ولا نسمع شيئاً عنه في مدينة تمياوين الناس مرضى في سبيطار ولا ناما جلرنا في المقبرة ونطلب من الوالي التدخل السريع ونقول لك السلوالي هذه هي المقبرة تمياوين ونتمنى والمساعدة المساعدة على الأقل والأمبيرونس ولا تعاوننا بحاجة ولا تعاوننا بالأدوية والسلام عليكم السلام عليكم شباب تمياوين خباركم من الباس هذه هي المقبرة تمياوين يوم سبعة وعشرين هدوين يدفنوا في السيد هذا مصر سبعة وعشرين الخبز حسيني مطلعين تهديا يا با ايا ايا كده ايا الله مخفر الله وارحمه وستما يغرجوا لي بسيء 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 كده كما تشوفوا حالة ظلام سائدة ما عنده مش حتى تضون على الضو اللي يدفنوا عليه الموتى الوفيات في الواسط البدو والروح المرتفع جدا بالبوادي والصحاري وقد يصل للعدد إلى 150 في غياب الإحصائيات الدقيقة وغلبهم ووفيات لم يتم إحصائهم وأمامي مرة أخرى بدوات وصور ومناظر مؤلمة جدا متطوعون يقومون بتنظيف سوق مغلق بتين زواتين لإواء واستقبال المرضى بعد عجز العيادة عن استعاب العدد الكبير من المرضى إذن في سوق المالاريا تفتك بسكان المناطق الحدودية الجنوبية البلاد عدد الوفيات في كل منتين مياوين والتين زواتين يتجاوز العشرة في اليوم الواحد الوضع خارج سيطرة نعيه في هذه اللحظات وفاة أحد أبناء الزاوية تين الهوى يصل عدد الوفيات بالمنطقة تين الهوى زاوية الشيخ سيد عمر أبو عسرية بن الشيخ سيد المختار الكنسي إلى ثمانية عشر حالة وفاة في بلدة صغيرة وحدة نداء لكل المحسن مساعدتنا في توفير الأكفان على مستوى مغسلتي الجنائز بتين زواتين وتكون صدقة جارية لك ولوالديك الوضع الوبائي في الولايات برج باجي مختار عنق الزام تم نغاست خطير جدا يجب على السلطات في أعلى المستوى التدخل وأعلان حالة الطوارئ للحد من تفشي الوباء فمعدل الوفاية رهيب جدا الأوضاع إذن بائسة وبائسة جدا راك في بلد المفروض ما راه لا في حرب لا تحت حصار لا تحت القنابل لا عنده عصير كمال عصير لهذه الأيام في أمريكا لا راك في بلد المفروض في أوضاع عادية كل شيكين اللي رسلوني قالوا لي يقول لك حتى لما يرسلوهم إلى بعض المناطق اللي عندهم ربما فيها اللقاح وإن كان اللقاح مش موجود مع أن اللقاح بسيط وبسيط جدا وكانوا قادرين يديروا طلب يجيهم على جنح سرعة من إلى ما كانش في العاصمة يجي من جونيف أو من باريس أو من بريكسل وكان منظمات حتى دولية تمدوا باطل ومنظمة الصحة العالمية تمد هذه الأشياء باطل بدون فلوس والحقيقة أن المفروض الجزائر عندها والمفروض أن فيه مراكز وهم عارفين أن هذه المالاريا أساسا جي من إفريقيا فالمفروض أن فيه مراكز في المدن الجنوبية لمواجهة حالات مثل هذه لأن القاعدة تقول أن تحكم هو أن تتوقع ما سيحدث خاصة مع وصول عشرات الألاف من الأفارقة اللي يرهم يعبروا عن طريق الجزائر وليل بعضهم يجي حامل للفيروس أو للأمراض ثم إضافة إلى ذلك سقطت أمطار هائلة ما شاء الله نعمة ولكنها انقلبت إلى نقمة إلى الكثيرين لأن الأمطار أيضا إذا كانت في أوضاع فاسدة وفي مزابل وفي ماء آسن وكذا قد تخرج منها الأمراض الماء بقدر ما هو حياة قد يكون موت لأن الماء الفاسد والآسن يقدر يخرج لك عدة أمراض بما فيها الكوليرا وبما فيها غيرها واختلاط مياه الصرف الصحي مع مياه الأمطار زادت من هذا الموضوع الحشرات هناك بعض أخوانا اللي تحدثت معاهم في المنطقة قالوا لي لا تتصور حجم وكمية الحشرات التي تملأ الجنوب الآن في أقصى الجنوب خاصة خاصة بعد هذه الأمطار اللي قلنا فيها خير كثير لكن في نفس الوقت عندها جانبها أيضا الجانب الآخر لكن لو عندنا إدارة عادية من طلبوش حاجة استثنائية تدير هذه الأشياء لست في حرب لحنو لسنا في حرب لهذا ليس زلزال هذا ليس بركان هذا ليس حصار عالمي هذه ليست عاصير هذه أمراض لو كان عولج الأوائل العشرة والخمسة عشر اللوي اللي اكتشفوا عنده المالاريا كانوا يقدروا يقضعيها لكن صورة أخرى للرداءة لهشاشة الإدارة لفساد الإدارة لفساد النظام لفساد العصابات اللي تسمى نظام دليل آخر لمن يبحث على الأدلة وهو أن هؤلاء المستضعفين اللي أصلا تعبنين صحيا وتعبنين نفسيا ومحقورين والعصابات تتعامل معهم مرات كقوة احتلال والأسعار المرتفعة جدا والمهاجرين الأفارقة اللي يزيدوا يضايقوهم وحصروهم في ما هو قليل كل هذا ما عندهمش المصيبة الأخرى هو أن لدينا عشرات الألاف من الجنود هناك تخيلوا لو كان هذا المالاريا لقدر الله تدخل أيضا للثكانات وش يسرع في أولاد الناس اللي رأم هناك بعشرات الألاف الآن رأى عندنا أكثر من سبعين ألف عسكري على الحدود المالية من نيجيريا أكثر من سبعين ألف عسكري وربما العدد أكثر تخيلوا لو كان هذه المالاريا لقدر الله تبدأ تدخل للثكانات وهي كما نعرف معدية خاصة أن هناك أيضا نظافة والماء إلى آخره ماذا سيحدث؟ قد يؤدي إلى كارثة داخل الجيش أيضا هذا هو الحل هذا هو القمش لكل أسف وألم ولم يعلنوا عن ذلك مش عارف ربما الآن بدأوا يتحدثوا هكذا على السريع إلى آخره المفروض يعلنوا حالة الطوارئ هناك المفروض يرسلوا فرق من المدن الشمالية المفروض يكون هناك واللي حدثوني أيضا قال لي والله غير الناس جاعت ما فيش تقدم مساعدات ما فيش مساعدات اللي لازم تقدم للناس اللي كانت جاتهم الأنهار وجاتهم المياه والفايضانات ما فيش طيب خرجت وتبجحت وملأت القنوات صراخا بأنكم أرسلتم ثلاثين ألف طن للبوليزاري للصحراويين في تيندوف ما عليش خاوتنا ولاجئين ومستضعفين وإن كانت قيادتهم هي قيادة مجرمة لكن مستضعفين ولاجئين في تيندوف نقدموا مساعدة لكن تينياوين هي أولى في الحقيقة ما تعملهمش أولى ما تعملش تينزاواتين وعنق الزام وبرج باجي مختار وتينياوين وتينزاواتين ما تعملهمش أولى من البوليزاري أو مسحاروا في تيندوف ما تعملهمش أعملهم فقط كيف كيف لا يعقل أن ترسل هناك ثلاثين ألف طن أو تزعم أنك أرسل ثلاثين ألف طن ولا ترسل هنا حتى عشرة أطنان لا يعقل راه فيه غضب راه يكبر هناك في المنطقة وأني عارف ما أقول وأنا تعرفوا أني كلمت عن المنطقة هذه درك عندي سنتين ونتحدث عليها وكنت حتى خبرتكم وكنتكم هاي جاي ضربات الفاغنر وهاي جاي ضربات الجيش المالي وهاي أخطاركم وكل هسرات ليس علما بالغيب إنما تحليلا لوقاع أمامي واضح أنه ما سيحدث فيما بعد راكم تلعبوا بالبلاد لأن المنطقة هذه الآن فيها صراع عالمي فيها الروس والمريكان والفرنسا والصين والتركيا والإمارات والسعودية وفاغنر وكل من هب ودب لأنها منطقة بالغة الغنى المعادن وعلى رأس الذهب ولكن مش الذهب فقط فيها الليثيوم فيها اليورانيوم وفيها معادن متعددة كلها مطلوبة الآن في السراع العالمي وفي الإنتاج العالمي وانتم ما راكم عارفين وشينغريحة جاب فاغنر هناك وفاغنر تهددنا وحافتر يهددنا مع فاغنر أيضا في ليبيا لكن مع ذلك تعجزون على إدارة مرض مثل المالاريا ومش فقط المالاريا هي زادة انتقلت دفتيريا الآن وراكم عايشين راكم تلعبوا ببلاد راكم تضعفون في وطنية الجزائرية راكم الناس هناك ترى بأنكم تتعاملون معهم كالعبيد ها هو العجز الشامل لتعكم وما زلت في هذا الخطوات بكل أسف وألم عقلية الكزيرة ما ترحش بعيد العقلية المربعة هذه المحشوة بالحثانات ما ترحش بعيد من تستطيعوا أن تديروا قرى فما بالك أن تديروا دولة مثل جزائر ترجمة نانسي قنقر